يحدد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الجمعة الماضي صادق عليه بالإجماع يحدد شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية إضافة إلى شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقررته كما ينظم قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة وللتعمق أكثر في تفاصيل الموضوع يسعدني أنا صديف مباشرة في الأستوديو الأستاذ محمد العمراني بوخبزلي هو فينا ببعض الإضاءات أستاذ محمد مرحبا بك مرحبا بك يعني بداية ما هو السياق الذي جاء فيه هذا التصويت والذي كما ذكرنا يعني تم بالإجماع بعد نقاشات كبيرة عرفها المشروع وربما أن هذا المشروع القانون التنظيمي الجهوية ربما أخذ حيزة زمنيا طويل جدا لأنه يجب أن نعود إلى خطاب الملكي 3 يناير 2010 لأنه فيه أعلن إيشاء اللجنة الاستشارية الملكية حول الجهوية التي شغلت لمدة سنة بعد ذلك في 2011 قدمت تقريرها كان في حدود شهر فبراير بعدها دخل المغرب في مشاورات ماراتونية حقيقية حول هذا جاء الدستور 2011 الذي أكد على الجهوية المتقدمة فبالتالي بعد التنصيص عليه دستوريا دخلنا في نقاش كبير وهو أن المراهنة على الجهوية المتقدمة هو ليسا رهان بسيط هو رهان كبير وكبير جدا لأنه يرهنه شيئين أساسيين يطمح إليهم المغرب الرهان الأول هو الديمقراطية والرهان الثاني هو التنمية بحيث أن كل شيء بنية هذا الأمر المتعلق بالديمقراطية والتنمية بنية على أساس الجهوية بل أكثر من ذلك حتى القضية الأولى للمغرب هي مبنية على مشروع الجهوية فبالتالي هذا الاهتمام كان اهتمام كبير وكبير جدا لذلك النقاش داخل قبة البرلمان من قبل ممثل الأمة من دون شك أنه سيأخذ حيز كبير من الاهتمام لأن هناك قضايا خلافية كبيرة ما بين الأطراف خاصة المعارضة وأغلبية لاحظنا أن المعارضة كانت متشبتة بمجموعة من المطالب وفي خدم الجدل القائمة بين الأغلبية والمعارضة وخاصة المعارضة ورئيس الحكومة كنا نتصور أن يكون هناك سيناريوهات أخرى للتصويت على هذا القانون التنظيمي على مشروع القانون التنظيمي الجهوية ولكن بشكل فجائي قررت المعارضة تصويت لصالح المشروع رغم أنها كانت دائما تعتبر أن مقترحاتها لتعديل المشروع لم تأخذ بعن الاعتبار من قبل الوزارة الداخلية وكانت في الكثير من الأحيان تخرج ببيانات تقول أن هناك إقصاء لها في ما يخص هذا المشروع رغم أهميته ولكن هناك تحول جدري وقع وهو تصويت في آخر المطاب بالإجماع على هذا القانون هل يمكن القول أنه كان هناك توافق حول هذا الموضوع ما بين المعارضة والأغلبية خلال المشاورات؟ خلال المشاورات ربما كان هناك غياب اتفاق وتوافق حول مجموعة من القضايا ولكن ربما كان هناك نقطة التي وقع حولها اتفاق ما بين الأغلبية والمعارضة المتعلقة بالمستوى الدراسي المطلوب للترشع لرئاسة المجلس بحيث أن في هذه النقطة كان هناك توافق ما بين الأغلبية والمعارضة كلاهما طالب وزير الداخلية بدرورة إدخال أو إدراج أو تنصيص داخل المشروع على مستوى دراسي خاصة لا يكون أقل من البكالوريا ولكن وزارة الداخلية لم تأخذ بهذا المطلب الذي تم التوافق عليه ما بين الأغلبية والمعارضة هنا بيت القصيد ربما شرحتنا شخصيا أعتبر بيت القصيد لأن تم التوافق بين الطرفين ووزير الداخلية رمى بالكورا نحو الأحزاب السياسية وقال بأن الأحزاب السياسية هي المطالبة بضرورة تقديم مرشحين بمؤهلة علمية عالية وليس الأمر مطالب تلصيص عليه داخل القانون لأنه سيمس بمبدأ دستورية ومبدأ المساوات نتحدث الآن عن المشروع التنظيمي ما هي الاختصاصات والصلاحيات التي ستتمتع بها مجالس الجهات والرؤساء في واقع الأمر أن البيت القصيد في القانون المتعلق قانون تنظيم متعلق بالجهوية وما يخص الاختصاصات بحيث أنه فيما مضى لأنه دائما نقارن لأنه نسميها جهوية متقدمة متقدمة عن نماذج التي عرفها المغرب الجهوية الإدارية والاقتصادية بحيث أنه كانت هناك محاولة لتوسيع الاختصاصات لا لرئيس الجهة ولا للمجلس على مستوى رئاسة الجهة هناك اختصاصات أساسية وربما هي قوية وقوية جدا متمثلة في أنه الآمر بالصرف ومتمثلة كذلك أنه هو الذي يتمتع بالسلطة التنظيمية بمعنى الذي يتوفر على سلطة تنفيذ مقرارات للمجلس وهذا لم يكن فيما قبل وكان يعرقل في الحقيقة تجربة الجهوية التي عرفها المغرب السابق الآن على مستوى الاختصاصات المجلس للجهة كمجلس فهناك اختصاصات ذاتية بمعنى أنه يقرر فيها المجلس وهي تشمل قضايا متعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على مستويات عدة ثم هناك اختصاصات قابلة للنقل أو يمكن نقلها من قبل الدولة لمجالس الجهة وهنا في هذا الشق وهو أن الدولة عندما تقوم بنقل اختصاص معين يجب أن تنقل معه كذلك الاعتمادات المالية إذن في هذا السياق نلاحظ أن هناك توسع المشروع في منح اختصاصات إضافية لمجالس الجهة عكس ما كنا نتصور ولكن هناك ربما مبادئ تحكم وخاصة مبدأ التفريع ومبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع بمعنى أنه يمكن سمح لمجالس الجهة أن يتدخل في مجموعة من الاختصاصات هي لحد الآن كانت موكولة للدولة وليس لجماعة ترابية طيب يعني أستاذ محمد هل استجابة فعلا هذا القانون التنظيمي يعني للتطلعات المنتظرة كما سطرها دستور 2011 وأن في هذا الجانب ربما نحن سننتظر رأي المجلس المستشاري لأنه تم تصويت الآن في مجلس النواب سننتظر موقف المجلس المستشارين وبعد ذلك سننتظر موقف المجلس الدستوري لأنه قانون التنظيمي والقانون التنظيمي يعرضوا لزوما على المجلس الدستوري ليرى مدى مطابقته للدستور ولكن في نفس الوقت أن الدستور 2011 من بين المميزات والخصائص الأساسية التي جاء بها هو أنه حدد جملة من الأمور داخل الوثيقة الدستورية بما فيها الأمور المتعلقة بالجهوية المتقدمة وخاصة عندما تحدث عن طريقة الاقتراع عندما تحدث عن سناديق الخاصة بدعم الجهوية خاصة صندوق هل الشماعي وصندوق تضامن ما بين الجهات فيما يخص وضعية رئيس مجلس الجهة فبتالي خاصة هنا ربما قد نركز على المبادئ فالتدبير الحر ومبدأ التفريع ومبدأ تدبير التشاركي وخمس مبادئ أساسية جاءت وردت في الدستور وهي جد مهمة وهي تدل على أن المسألة فيها تطور حقيقي ونوعي تم التنصيس عليها في المشروع وإن كان هناك من يلاحظ أن بعض المقصديات كان من لازم أن تكون هناك خطوة متقدمة أكثر خاصة في تلك المتعلقة بالمستوى التعليمي للمرشح لرئاسة المجلس طيب فعلا أستاذ ماذا عن علاقة الجهات ببعضها البعض وماذا عن علاقتها أيضا بالجماعات الترابية الأخرى فهذا السياق بالنسبة للجهات نحن نعلم أن الجهات المملكة هناك تفاوت من طبيعة الحال هناك جهات غنية هناك جهات فقيرة هناك جهات لا إمكانيات تنموية حقيقية سواء الموارد المالية أو الموارد البشرية وفي حين أن هناك جهات أخرى لا تتوفر على نفس المؤهلات لذلك ففكر المشرع في إحداث صندوق للتضامن ما بين الجهات هذا الصندوق يمكن الجهات الغنية نوعا ما من دعم الجهات المحتاجة أكثر من ذلك هو أن الجهوية التي ستطبق ستطبق بمبدأ التدرج بمعنى أننا لن ننتقل بشكل فجائي مباشرة إلى اعتماد الصيغة النهائية للجهوية بل يجب أن يكون هناك تدرج ثم النقطة الثانية هو أن الجهوية هناك التمايز في تطبيق هذا النظام بمعنى أننا قد لا نطبق نفس القاعدة والمبادئ على جميع الجهات بشكل متوازي قد نطبقها على جهة وقد يختلف ذلك في جهة أخرى خاصة على مستوى نقل الاختصاصات من الدولة إلى هذه الجهات فيما يخص العلاقة ما بين الجهات والجماعة الترابية الأخرى ربما المنطق باختصار المنطق السائد هو أن لا تهيمن الجهة على الجماعة الترابية الأخرى هذا أول منطق أن يكون الأمر القائم الحاصل هو التعاون وليس هيمنة الجهة على الجماعة الترابية الأخرى المحللة السياسية لأستاذ محمد العمراني أبو خبزة شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات القيمة وشكرا لحضورك معنا اليوم شكرا لك شكرا جزيلا شكرا لك